السؤال الثاني يقول عندما أصلي الوتر أحيانا أصلي ركعتين بتسليم واحد ثم أصلي ركعة ووترا بتسليم أيضا وأحيانا أصلي الثلاث الركعات بسلام واحد فهل يجوز هذا؟ أما أداء ثلاث ركعات بسلامين فهذا أفضل وأكمل نعم وأما أداؤها بسلام واحد بأن تسردها ثم تجلس في آخرها وتسلم فهذا لا بأس به أيضا ولكن الأول أكمل منه وأفضل نعم لو فعل بتشهد أول كصلاة المغرب يجوز هذا؟ لا ينبغي هذا لأنه نهي عن تشبيهها بالمغرب فلا ينبغي هذا نعم